معي عبر سكايب مراسلنا في غزة عبدالهادي فرحات عبدالهادي أهلا ومرحبا بك يبدو أن الأنظار تتجه أو الأخبار التي تتوالى من إعلام الاحتلال إلى خان يونس هل من تحركات حول هذه المنطقة ولماذا هذه المنطقة على وجه التحديد؟ في الحقيقة زميلي جمال الاحتلال لإسرائيل ربما قد يكون أنهى عملية العسكرية في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة بعد أن شرد ونزح عدد كبير من العائلات الفلسطينية حيث ما زال هناك عدد قليل من العائلات في هذه المناطق ويبدو أن هذه المنطقة هي مدينة خان يونس كما صرح الاحتلال لإسرائيل هذه مدينة خان يونس التي تكون أكثر محافظة في قطاع غزة تمتد للمناطق الشرقية المحاذية لمسوطنات غلاف غزة في الداخل المحتل وأيضا الاشتباكات التي كانت دائرة على مدار الساعة وخلال الأدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي واجه صعوبة في هذه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس حيث سجلت المقاومة الفلسطينية في هذه المنطقة انتصارات وتفجيرات لآليات ومركبات الاحتلال وأيضا خسائر لدى قوات الاحتلال في عناصر المتواصل الإسرائيلي وكل آلياتهم التي كانت تحاول الدخول البري لهذه المناطق كما قبل ذلك أيضا ألقت مناشر ورقية تطالب من سكان المنطقة الشرقية في مدينة خان يونس بالدخول إلى المناطق وسط المدينة أو غرب المدينة إضافة إلى موضوع الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم اختراقها صباحا اليوم حيث ما زالت هناك اشتباكات متواصلة في المناطق الشرقية لمدينة بيت حان يون وأيضا المناطق الغربية لمدينة النصر وحي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ هناك أيضا اشتباكات متداولة وما زالت مستمرة نتيجة التقدم والتوغل البري الذي ما كان يحتل الإسرائيلي رغم وجود شروط هدنة إنسانية إلا أنه واصل اختراق هذه الهدنة في هذه المناطق وأيضا في منطقة بيت لاي هناك ما تزال الاشتباكات تدور في هذه المناطق وأيضا إطلاق النار المتواصل والتوغل البري لعدد من الآليات والمركبات العسكرية في هذه المناطق الزميلي طيب عبدالهادي أفهم من كلامك بأن قوة الاحتلال تقدمت في أي جهة أو في أي منطقة من غزة بالطبع زميلي جمال الاحتلال الإسرائيلي عندما توغل بريا في منطقة مدينة غزة كان قد وصل منطقة السرايا وما بعد هذه المنطقة إلا أنهم منذ أيام فوجئنا بانسحاب بري لمنطقة شارع الرشيد هذا الشارع في المنطقة الغربية من مدينة غزة انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه المنطقة دون شروط ومن ثم بعد يوم أو يومين تعيد هذا التوغل إلى منطقة مدينة غزة وفي وسط هذه المدينة كذلك أيضا هو الحال في محافظة شمال قطاع غزة وأيضا في الناحية الغربية من مدينة غزة في مخيم الشاطئ هذه المنطقة أصبحت فارغة تماما من السكان والاحتلال الإسرائيلي يقوم باقتحامها بين الفينة والأخرى وهو الآن يسعى إلى التوغل البري شرقى مدينة خانيونس ورفق طيب عبدالهادي أنت قلت بأن هناك منشورات ورقية تحث الفلسينيين إلى الخروج إلى وسط أو حتى إلى غرب المدينة يعني لماذا هذه المناطق على وجه التحقيق؟ زميلي جمال الاحتلال الإسرائيلي منذ حداية الحرب الإسرائيلية ألقى أيضا عدد المنشورات الورقية في مدينة غزة في المناطق التي هي أصبحت الآن فارغة ومشاردة ربما هناك نية للاحتلال الإسرائيلي بالتوغل والدخول البري إلى منطقة مدينة خانيونس في الجهة الشرقية بالتحديد وهذه السياسة صار عليها الاحتلال الإسرائيلي عندما اختحم بريا مدينة غزة ومنطقة أيضا محافظة شمال قطاع غزة في مدينة بيت حانون وبيت لاهية وأيضا المناطق الغربية من هذه المحافظة يبدو أن هناك استكمال للعملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بتشريد وتنزيح عدد كبير من الأسر الفلسطيني قد يبدأها في المناطق الذي ادعى أنها أاملة وهي منطقة مدينة خانيونس ربما هذا سبب قد جعلوا الاحتلال الإسرائيلي يبرهن فيها هذه العملية البرية أن تم تسليم عدد من الأسرة خلال الأيام الأربع الماضية من مدينة خانيونس والمناطق المحيطة لهذه المدينة نعم عبدالهادي أرى مظاهر الحياة واضحة في المنطقة التي تنقلنا الأحداث منها هل المواد الغذائية وصلت؟ هل بدأ الناس بالتسوق؟ هل هذه المواد تكفي أو تواجه هذا الاحتياج؟ المساعدات الإنسانية التي دخلت عبر مابا الرفح البري على مدار هذه الأيام الأربعة هي لم تكن كافية لسد حاجة الأسر النازحة والمتشردة ربما هنا المشهد في مستشفى ناصر الطبي الكثير من العائلات يذهبون إلى السوق للتسوق أو أن يلاقوا شيئاً يسجوا أطفالهم أيضاً لكن للأسف الشديد المساعدات هي تدخل وتختفي بشكل مباشر نتيجة العداد المتزايدة في هذه في مناطق الجنوب بالتحديد الذي لم تعد تسد أي حاجة من هذه الاحتياجات بالسكان وأن هذه المساعدات لم تكن بالشكل المطلوب أو أنها تكون معونات غذائية شاملة أو أنها تكون أيضاً الحال كما هو في الوحود والغاز الطاهي هو لم يعد كافية الطوابير ما زالت تزداد عداداً في محطات تعبعة الغاز وكذلك تعبعة البترول لكن دون تدوى ودون فائدة بعد أن يصطف الناس في هذه الطوابير لأكثر من ساعات وربما لأيان عبدالهادي المفروض أن هذه الفترة يعني كافية لإدخال المزيد من الشاحنات والعديد طبعاً من المساعدات لكن ما الذي حدث حتى تمت إعاقة مثل هذه الشاحنات وإذا ما تحدثنا عن شمال قطاع غزة على وجه التحديد هل بسهولة تصل هذه الشاحنات من المساعدات إلى هناك؟ جميل زمال منذ اليوم الأول من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هناك مئات من آلاف من الشاحنات المتواجدة والمنتظرة على معبر رفح البري تتسنى بأن يسمح لها الاحتلال الإسرائيلي بدخولها للقطاع غزة لكن الاحتلال الإسرائيلي كان يمنع بشدة وكان يحذر من قصف هذه المساعدات إن دخلت إلى هذا المعبر البري خلال أيام الهدنة الأربع والتي انتدت ليومين إضافيين تم الاتفاق على دخول عدد محدد من هذه الشاحنات وهذا السبب الذي يجعل أن هذه الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة هي لم تعد كافية عندما نتحدث من 200 إلى 300 شاحنة تدخل إلى قطاع غزة وهذه ضمن شروط الهدنة هي في الحقيقة ليست كافية هي إنما عبارة عن نقطة في بحر لم تسد أي حاجة من حاجة الناس التي نزحت والعائلات المتشردة في مناطق الجنوب منذ السابع من أكتوبر يعني عندما نتحدث عن 50 يوما هناك حرمان على كل مطالب وكل مساعر الحياة في قطاع غزة فهي لم تعد كافية نتيجة الفقر والجوع الذي شهدته هذه العائلات شكرا